بيانات وتصريحات عديدة حول موقف الشرعية اليمنية من الحوار مع ميليشيا المجلس الانتقالي المنقلبة في العاصمة المؤقتة بدعم وإسناد من الإمارات شريك السعودية في الحرب على اليمن فبعد تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري التي أكدت أن لا حوار مع الانتقالي وإن كان لابد من حوار فيكون مع الإمارات كونها المحدكة لتلك الميليشيا حسب توصيف الميسري لكن موقف وزير الداخلية أتبع بعديد من التصريحات والمواقف التي بدت لينة ومرحبة بالحوار وفق ضوابط واشتراطات حيث أكد نائب وزير الخارجية ترحيب الحكومة بدعوة المملكة السعودية للحوار وفقا لبيان التحالف الصادر في العاشر من أغسطس مشددا على ضرورة أن يتم الوقوف أولا أمام انحراف دور الإمارات في التحالف بكل جدية وشفافية كضمان لنجاح أي حوار المتحدث باسم الحكومة نفى وجود أي شكل من أشكال الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية وقال إن وصول قيادات الدولة إلى مدينة جدة يأتي في سياق توجيهات الرئيس هادي وضمان التواصل المستمر مع القيادة السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخير في عدن وبعض المحافظات الجنوبية بدعم دولة الإمارات مؤكدا أن ثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش تأتي هذه المواقف بعد وصول لجنة إماراتية إلى المملكة وتسريبات عن تعرض الشرعية اليمنية لضغوط غير مسبوقة من قبل الرياض من أجل إجبارهم على الجلوس في طاولة الحوار مع مليشيا الانتقالي